هنا يسكنون وهنا يحضرون طعامهم أما هناك فينضجون وجباتهم بعد أن تكون قد نضجت جلودهم تحت الشمس والذين فروا من نيران القصف وموجة العنف التي تضرب مناطقهم ولا مبالات للميليشيات الإنقلابية ليستقر بهم الحال على أرصفة مدينة الحديدة التي صارت هي الأخرى ضيقة جداً وغير قادرة على الاتساع لكل أوجاع الكبار قبل الصغار معاناة كبيرة يعيشها هؤلاء لسيما في شهر رمضان لا شيء يملكونه سوى اليسير من القوت الضروري الذي لا يكفيهم ربما لمجرد يوم واحد تسكنهم تفاصيل الحياة المجعة أم هم يسكنونها حيث يكتفون بالإقامة في مخيم من القش والكراتين والخرق البالية التي مزقتها الشمس والريح في لحظة صمت كل من حولهم بما فيهم السلطة المحلية والمنظمات الإغاثية إزاء أوضاعهم المزرية الحديدة الحاضرة في كشوفات المنظمات الدولية كواحدة من أشد مدن البلاد فقراً هي ذاتها المدينة التي ألقى النزوح بهؤلاء إليها دون أن يحصل على أبسط الخدمات مما تتحدث عنه أرقام البيانات من الإغاثة لم تكرس الحرب أكثر من هذه الصور في بلد عار ومكشوف أمام العالم ولا يزال يقيم تحت الخوف والقاح لنا موسيات، لا بطاطين، لا خيام، لا دباب مآنا لأم لأم من المسجد مالعوب، ولا مآنا لأم مواكين، ولا مآنا حاجة ولا أحد يقف إلينا، سنتطلقوا حالتني ورغم صعوبة الحياة على هذه الأرصفة يرى بعضهم أنها أرحم من مناطق القتال والمواجهات خوفاً من الموت قذفت بهم الحرب إلى هنا وما تبقى من الحياة اليوم هو هذا مجرد إبرام اتفاق مع التشرد والجوع